أعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير طبعاً وزي ما حضراتكم بالتابعونا من خلال الحلقات السابقة لبرنامج قضايا مصرية شعرنا دايماً كنا وسنكون سفراء للحقيقة أينما كانت فنحن نرصد ونتعقب بل ونقتحم بل ونصيب الهدف ببراعة تامة ولكن من خلال برنامج نائب الغلابة ولكن بعيداً عن السياسة وبحثين عن الحقوق مهما كلفنا الأمر النهاردة وطبعاً يمكن في حلقة جديدة مع مصر الجديدة طبعاً إحنا بمبارك السيد الرئيس ومبارك الدولة المصرية النهاردة إحنا النهاردة عيد الثورة عيد مصر الجديدة اليوم اللي مصر فيه أدت على الإرهاب وأدت على الدولة اللي كانت بتبيد وتدمر وبتحطم في كل الشعب المصري النهاردة مع مصر الجديدة في أمنيات وطموحات وأماني لدينا العديد والعديد النهاردة من الفقرات طبعاً النهاردة هيكون ضيفي وضيف حضراتكم النهاردة الحق أو الأستاذ عبد المجيد محمد الزهيري بالرحب بحدك النهاردة وأيضاً معنا الموهبة أو إنصاح التعبير المنشدة الدينية الصوت الراقي الصوت النادي سازة نادة عبد العزيز السالم بالرحب بحدرتك السلام بحدرتك بسم الله عايزين نسمع صوت حضراتك كده ونعلي صوتنا كده بالرحب بحدرتك طبعاً طبعاً أبل أي شيء النهاردة أسرة القناة وأسرة البرنامج يمكن النهاردة بتبعت برقية التهنئة النهاردة للسيد وكيل النائب العام معالي المستشار فتح حسن الأنوار فتح زغلول طبعاً النهاردة برقية التهنئة مش مني أنا بس ولا الضيوف بس بل إدارة القناة ويمكن محافظة كفر الشيخ بالإجماع ابننا واخونا الصغير بنقول له ألف مبروك وإن شاء الله تكون في تقدم والنهاردة احنا بنقول لك رسالة اعمل حسابك يا معالي المستشار واحنا بنقول لك على الهوى أنت ممثل العدل في الأرض القيم والمبادئ والأخلاق اللي احنا شفناها في ولدك رحمة الله عليه وشفناها في اعمامك وشفناها في أسرتك الكريمة وشفناها في شخصك الطيب وصيتك الغلابة في مصر وكون حاكم عدل في الأرض لأنك ممثل العدالة في الأرض فاحنا بنقول لك ألف مبروك ربنا يعينك على طاطم ويعينك على قضاء حواجي الناس مع المستشار فاتحي حسن الأنوار فاتحي زغلور طبعا حضراتكم النهاردة يمكن عايزين نقول النهاردة مصر الجديدة ومصر العظيمة اللي تحمل القائد العظيم النهاردة مصر معانا النهاردة أمنيات بل وأماني من خلال الشعب المصري بل والريف المصري النهاردة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يمكن إحنا النهاردة قبل ما نبدأ حلقتنا معاكم النهاردة حابين إن إحنا نبدأ بذكر الله طبعا المنشدة الدينية أو قارئة القرآن الكريم والإنشاد الديني أستاذة نادة عايزين نسمع مع حضرك النهاردة يا طرح تسمعين إيه طبعا يشير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين طبعا أستاذ عبد المجيد نادا من المواهب اللي هي في الريف أكيد طبعا طبعا إحنا عندنا في الريف مواهب عديدة جدا ولكن يمكن في بعض الأحيان مش بيلقوا حظهم الوافر زي ما بيقول نادا قبل ما أبدأ مع حديثي مع الحج أو الأستاذ عبد المجيد الزهري حابب أعرف نشأتك ومين بدأ يكتشفك وبدأت الحكاية زي أولا أستاذ محمد أنا اسمي مايك معك من غير مايك فضل أنا اسمي نادا عبد العاية السالم محافظة كفر الشيخ مركز قلين قرية شباس عمير نبص بالكاميرا بس طالبها في ثالثة سنة ويأزهر وهو موضوع اللي اكتشفني ده هو أنا كنت صغيرة يعني وكده وماما وأنا بقرأ يعني كرآن اكتشفت النسوة حل فبدأت من هنا بقى رحلتي تمام فبدأت وكده وبعدين حضرتك طبعا من ضمن اللي اكتشفوني يعني إن شاء الله وأنا سعيدة جدا أنا مع حضرتك دلوقتي نحن لسعادة جدا بيك طبعا يا ريت الجماعة في الكنترول ينزلونا صورة مصغرة كده لمعالي وكيل النائب العام لإن احنا فرحانين بيه ويمكن طبعا كفرشيف كلها فرحانة بيه النهاردة وياريت نزلونا صورة مصغرة كده على الشاشة لو تكرمتوا علينا سيد عبد المجيد طبعا النهاردة كان بين الواقع والمأمول مصر الجديدة قبل وبعد طبعا حضرتك عصرت هنا مصر وسفرت وتغربت ورجعت لما رجعت يا طرف الرقل ما بين مصر القديمة ومصر الجديدة بسم الله الرحمن الرحيم بصدس محمد أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أن دلوقتي إحنا بنعيش في وقت جميل جدا والحاجات اللي أنا شفتها يعني بالنسبة أنا أكلمك مثلا خلينا نتكلم على الريف نتكلم على الحاجات اللي السيد الرئيس عملها اللي هي بالنسبة لتكافل وكرامة اللي هي ترصيف الترع اللي هو دي أنا أتكلمك على الحاجة اللي كنا مثلا الحاجات الملموسة في الريف الملموسة في الريف لأن أنا راجل مثلا نشأت في الريف وأنا متربي في الريف فالحاجات اللي كنا مثلا متخيلين ما كناش متخيلين إن هي تحصل مثلا في الريف والحاجات اللي هي التكافل وكرامة واللي هي التطهير الترصيف الترع والحاجات اللي تعملت في الريف دي حاجات جميلة جدا أنا بالنسبة أنا سفرت وعشت بر مصر ولما رجحت مصر وشفت الطرق وشفت الكباري وشفت العاصمة الإدارية وشفت المدن الجديدة اللي بتتبني وشفت الإدارة اللي السيد الرئيس أمر بيها أنه هي في كل محافظة بيكون في زي العاصمة الإدارية بيكون في حاجات زي كده فأنا بقول لحضرتك أن دي كلها حاجات يعني حاجات جميلة جدا بنفتخر إحنا بيها كمصري مغترب أنه إحنا بنفتخر ببلدنا ولما بيجينا أصدقاء لينا ولا بيجينا ضيوف عندنا ونمشي معاهم ونوريهم مصر ونوريهم الحاجات اللي اتطورت في مصر في عهد السيد الرئيس دي حاجات بتبع حاجات بأمانة حاجات مشرفة جدا لينا كمصريين وإحنا مغتربين وبيجينا ناس وبنشوف وبنروح عندهم وإزاي كانت مصر وإزاي بقت مصر دلوقتي أنت عايز تقولي النهاردة أن أنا كنت ممكن عشان أروح مشوار بعربيتي ممكن أخذ بالتلات أربع ساعات إحنا يمكن عايز تقولي أن أنت وصلت من كفر الشيخ للقاهرة لمدينة الإنتاج الإعلامي لو إنش جاي على الطريق العديم كنت أتخذ لك ثلاث أربع خمس ساعات النهاردة ساع ونص لقيت نفسك في مدينة الإنتاج الإعلامي بس ده ما يمنعش سيادتك أن فيه النهاردة الفلاح المصري عندهم عناه في الريب ده ما يمنعش ما يمنعش أن إحنا نقول النهاردة هي يمكن عايزين نقول النهاردة رسالة للسيد الرئيس والسادة سنع القرار في الدولة يا رئيس إحنا النهاردة لما حضرتك إحنا بنطرح النهاردة بعض الهموم للفلاح وكهل للفلاح هو مين؟ الفلاح يا رئيس النهاردة هو اللي عامل واقف احتجاجية ولا قطع طريق ويمكن دايماً رابط حزامه ودايماً عنده أمل في بكرة وهو اللي واقف مع الريس وساند الريس وبايع الريس ووقف مع الدولة المصرية الفلاح المصري ابني اللي في الجيش وابني اللي في الشرطة ابنه اللي على الحدود بيحارب وابن المهندس اللي بيعمر ابنه ظابط الشرطة اللي وقف في الشارع فهو ده ابن الفلاح المصري الفلاح المصري عنده أمنية النهاردة ان الجامعية الزراعية ترجع كما كانت ان يلاقي النهاردة المبيدات والسماد موجودة في الجامعية ما يلاقيش سوق السودا لان الغلابة النهاردة والفلاحين النهاردة أصبحوا غارمين غارم للجامعية وغارم للتاجر السوق السودا النهاردة ما خلتش للفلاح حاجة مع علم ان احنا بندل الفلاحي النهاردة السماد والمبيدات باغلى الاسعار وبنيجي بدل من الدول المكافأة بفط عليه ضريبة بنخليه غارم لكل دول لان احنا بناخد سلعته باقل الاسعار اه مبادرات الرئيس بينا والنهاردة الفلاحين بتشيد بمئة مليون صحة حاج عبدالنجيد اكيد طبعا طبعا احنا قلنا مرارا وتكرارا والله لو الرئيس السيسي ما عملش في مصر غير مبادرة مئة مليون صحة بكفاية بكفاية مظبوط قدت على المرض نهائي ودي حاجة برضو بيشهد بها كل الناس مش الريف بس ولا الفلاح بس دي حاجة اللي هي بيشهد بها كل الجمهورية مصر العربية كلها بتشهد بالحاجات اللي بيعملها السيد الرئيس وبالنسبة مئة مليون صحة مش في الارياف بس موجودة برضو في المدن على ما عرفت ان هي موجودة برضو في كل مكان نزبوط نسيج واحد اذا كان مسلم مسيحي كله نسيج واحد طبعا كلنا واحد في وطن واحد ولكن النهاردة حضرتك نظرتك النهاردة زي ما بيقولوا الفلاح البسيط هل دور المهندس الزراعي بقى بينزل من الجامعية الزراعية ينزل يباشر مع الفلاح زي الاول يعني بصراحة يعني قلت شوية قلت شوية دي قلت شوية وبدأ ان الفلاح وبعد هنا انا عايز اقول حضرتك حاجة يا سيد محمد هو الفلاح المصري من هو الفلاح المصري الفلاح المصري رؤساء الدول كانوا ابناء للفلاحين تمام العلماء ابناء للفلاحين مع انا النهاردة نموذج جميل ومشرف من ابناء الفلاحين الفلاح مين هو الفلاح هو اساس المواطن ومش عايز اقول لحضرتك انا يعني بقابل مثلا علماء بمعنى كلمة علماء ومش في مصر برا مصر نشأ في قرية بسيطة ونشأ لاب بسيط غير متعلم والام البسيطة اللي ربت فيه العادات والتقاليد الجميلة اللي يعني للأسف الشديد افتقدناها الا في الريف المصري وافتقدنا الحاجات الجميلة اللي هي ينشأ عليها الطفل وهو لسه صغير ومنازبة الريف المصري المستشار فتح زغلول من قرية رفية ومن الناس بصيحة تمام تمام احنا لسه بنتكلم وراق جدا وحد مهزب جدا ويمكن النهاردة يمكن انا مش عايز اقول لك مدى سعادة محافظة كفر الشيخ استاذ محمد مش معنى ان رجل نشأ في قرية ريفية او قرية صغيرة او لاب غير متعلم فان هو يكون غليص في كلامه او يكون اللهجة اللي هي اللهجة الفلاحي اللهجة مشرفة جدا لكن انا بقول لحضرتك ان هو بيكون لأم والاب بيعلموه معنى اللي هي بيكون مش عارف اوصل لحضرتك ازاي يعني بس عايز تقول بمناسبة ان نادا موجودة معنا النهاردة طبعا الفلاحي المصري البسيط عاشق للصوت وكانوا دايما ينتظروا حاجة من اتنين شيخ الطلاوي يوم الخميس يا ام صهرة مع ام كلسوم ولما نقول النهاردة طلاحي البسيط اكيد كان بيعشق نصر الدين طبار وهنقول معنى ده نقول جزء شادي لنصر الدين طبار نحن مهمة حين يوم بي الصبح إشراق سنا حين يوم بي الصبح إشراق سنا يسكب الطل يسكب الطل رحيقا موقظا بالنور أسباب الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسلون أنغم عطر في البكور سبحت لله في العش الطيور ترسلون أنغم عطر في البكور 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 يمكن جاتني إشارة من خلال المخرج مبهور مبالج جمهور طبعا حج عبد المجيد يمكن إحنا النهاردة كنا جايين وشاهدين همون كتير للفلاح وجايين وهنتكلم عن طرق وكباري خدنا الجلال ويمكن النهاردة مخرجنا الجميل بيقول أنا مبهور ويمكن في الكنترول التليفونات رهيبة الشكل مش عايزين نعملونا مدخلات لأن إحنا قلنا مش عايزين مدخلات دلوقتي ولكن بصفة الفلاح المصري والريف المصري النهاردة يا ندا طبعا حنستازن حضرتك حج عبد المجيد ونقول أم كلسوم كانت من الريف المصري وكان عبد الوهاب من الريف المصري فهنسمع مضمات لعبد الوهاب جحدت عينا كذكي يا دمي أكذلك خدك يا جحده قد عز شهود إذ رامتا فأشرت لي خدك أشهده بيني في الحب وبين كمالا يقدر واشي يفسدهما بال العاد ليفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تجن به فأقول وأوشك أعبده فأقول وأوشك أعبده مولاي وروحي في يده قد ضيعها سلمت يده قد ضيعها سلمت يده نقوس القلب يطوق له وحنايا الأضلع وحنايا الأضلع مع أبده وحنايا الأضلع مع أبده أنا بصراحة نسيت الحلقة من جمالك وجمال صوتك وجمال الفلاحين شرفتينا النهاردة ونورتينا بجد وشرفتك في الشيخ كلها طيب يا ريت لو في مدخلات يا جماعة ما عايزين مدخلات نبدأ نفتح المدخلات عشان تخفي علي لان انا بجد مشتائي الناس سمع صوتك السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم أيامين يا فندم اهلا وسهلا نورتينا وشرفتين تفضلي أهلا وسهلا أستاذ عودة يا ريت حضرتك تسمعينا من خلال التليفون ووط التليفزيون عند سياتك تكلميني عبر التليفون سياتك تفضلي مع سياتك تفضلي مع سياتك أهلا حضرتك تفضلي يا فندم حضرتك انا وصفة جدا ان مدى تخفيتي سلعة في النهاردة وشرفت حضرتك حضرتك ومصفة جدا يا فندم سياتك التليفزيون بس تكلميني عبر التليفون تفضلي تفضلي يا فندم انا مبسوطة جدا والله ان مدى صاحبتي انت يعني فرفتها ان هي عرفت موهبتها وشرفت موهبتها للناس انت اكتشفت من الناس اللي اكتشفت موهبتها يعني يعني ندى من ندى من الاصلات الجميلة تعلن من قرية الشباة السامير والاسف مكيش حد اكتشفها وكده انت خضرتك يعني ديك الفض بعد ربضنا طبعا ان اكتشفت الموهبة ديت وشرفت خضرتك النارد يا فندم احنا الشرف لينا وده دين فرقابتنا لكل فلاح مصري وكل بنت رفية وكل حد النهاردة عنده موهبة احنا يشرفنا ووجوده معانا عمتا يعني بنذكر حضرتك استاذ عبد المجيد طبعا انا بيتهيع لي دي نتاهة مننا بسبب ندى ما شاء الله زي ما انا بقول لحضرتك يعني الاتصال اللي جيد الوقتي بقول ممكن في القرية اللي هي موجودة فيها الاستاذ عبد المجيد مفيش حد يعني عرف الحاجة الجميلة اللي جواها والموهبة الجميلة جدا يعني ابهرتنا كلنا وابهرت السادة المشاهدين ففي ندى كتير جدا يعني فيه زي ندى كتير جدا في الفلاحين وفي الكرة فيه زي ما انا بقول لحضرتك يعني قلت لحضرتك قبل كده فيه علماء بيبقى من من الكرة يعني الكرة يعني دي حاجة بس حضرتك ممكن اكتشفتها حد حد اكتشف حاجة زي كده تانية لكن فيه مواهب كتير جدا جدا من دين للعيبة كرة لناس مثقفين جدا حاجات كتير جدا من جميع المواهب اللي موجودة موجودة انا عايز اقول لحضرتك لو انت ترجع مثلا بالذاكرة بتلاقي السنوية العامة مثلا بتلاقي الاوائل على السنوية العامة معظمهم بيكونوا او مش عايز اقول يعني بيكون الاوائل كل سنة بيكونوا من الفلاحين من الطبقة اللي هي الطبقة اللي هي مفيش يعني احنا شفنا على التلفزيون قبل كده بتكون اوائل السنوية العامة وكان بيسألها بيقولها انت راجل البواب انت اخدت درس خصوصي او الدروس الخصوصية او السناتر او الحاجات اللي زي كده يعني كنتش باخد حاجة زي كده خالص تماما فيعني مش شرط ان هو وبعدين طبعا احنا لا ننكر الجهد اللي السيد الرئيس عمله للفلاح لا ننكر الحاجات الجميلة لكن برضو احنا يعني عشامنا يعني زايد شوية في الاب الروحي لنا كلنا السيد الرئيس برضو يعني يعني هو طبعا يعني ما ما اصرش معانا في حاجة وما اصرش وما بننكرش الحاجة اللي هو عملها لكن برضو يعني الحاجات الجمعية الزراعية في السماد في اللي هي الحاجات سأقول لي حاجة عبد المجيد النهاردة عايزين نقول النهاردة للسيد الرئيس عايزين منجدة من الفلاحين البساط هم دول ولادنا اللي زي الورد هم دول عايزين حد يكتشفهم حد يتبناهم حد يدون فرصة عندنا مواهب كتير جدا ندى انا مبهور بكي انا ضيعت مني الحلقة بصراحة انت ضيعت مني الحلقة خالص يعني انا النهاردة كنت جاي واتكلم نائب الغلابة هتكلم عن الفلاحين وعن الطرق والكباري والمرور وخلافه ضيعت منينا الحلقة كلها مين معانا يا فندي؟ قال له السلام عليكم سيدة مديحة السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا فندي؟ الحمد لله سيدة حضرتك اتفضلي والله انا نفسي حدي يرأي الموهبة في ركعتنا للزمن الجميل وحدي بس يهتم بيها ركعتنا بصراحة للمكالثوم والشادية والايام الحلوة دي بدل ما احنا عملين نسمح كلاما لوش اي معنى ولا ليه اي لازمة والتمال للموهبة الحلوة مدفونة والكلام الفاضي هو اللي ممتشف دلوقتي والله طيب عمتا ان شاء الله بأمر اللي انا وعدكم ان احنا هنغير بقى من نائب الغلابة للقضايا هنخليه نائب الغلابة للمواهب اللي يامل اللي جاء ان شاء الله يا ريت الكنترول يفتح لنا الاتصالات وافتح لأي حد يخش معنا طبعا يمكن انا تهت متاهت مننا الحلقة زي ما بيقولوا ندا طبعا الكنترول برا يمكن مش ملاحق كامل اتصالات عايزين نقول يا طارا هتسمعين ايه تيه نايس حاضر اقول قمرو بس انا عايز بقى اعيش معاك وتعيش الناس بجدد انا عايز اعيش وتعايشين بصفة ان النهاردة ثورة واحنا النهاردة فرحانين والدولة فرحانة بالرئيس النهاردة لان عريس مصري النهاردة هو الرئيس وفي نفس الوقت احنا داخلين على العيد الايام والنفحات طب مشوف الاتصال الاول وهنكمل معاك قالوا السلام عليكم استاذ نادر سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا فندم ازاي محمد ازاي حاضرك يا فندم اتفضل من اول الشاشة معاك نادر سلين من كبر الشاشة روينا اهل روينا الناس الكرام ازايك يا فندم الله يخليك كل بسانة وسيادتك طيب منور الشاشة ومنور التنفيزيون كله ومنور الدنيا ده انت اللي منورنا والله انتو كافر الشيخ اللي منورانا النهاردة شباب زي الوردة ان شاء الله عليهم النهاردة الله يخليك يا سيد محمد والله في مواد كبير عادي اكتشبته ان شاء الله بنوعيدكم من نائب الغلابة النهاردة وحنغير البرنامج من قضايا نائب الغلابة نخليها مواهب نائب الغلابة يلا ما نتحلموش منك سيد محمد على راسي على راسي كل سنة وسيادتك طيب باشكر سيادتك سيد نادي باشكرك طبعا نكمل معاك يا ندا طبعا الجمهور يا جماعة الاتصالات مفتوحة عشان ما حدش بيقول انتو اللي تتحكموا في الاتصالات لا اي حد يا جماعة دخلهونا على طول الكنترول دخلنا على طول ويا ريت عشان احنا فرحانين بمصر الجديدة الكنترول بله مش ملاحق كامل الاتصالات طيب يا ريت عايزين برقية التهنئة لو تكرم الكنترول برقية التهنئة للمساشار فتحي زغلول يا ريت ننزل صورته تاني كده لو تكرمته ندا هتسمعين ايه وان القمر نزمع معاك القمر يا ريت عشان وأجمل منك لم ترا قط عين وأطيب منك لم تلد النساء قمرون 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 سدن النبي قمرون وجميل 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 سدن النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعما نغالوها كل العباد وعما نغالوها كل العباد وعما نغالوها كل العباد حبيب الله يا خير البارا يا قمرون 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 سدن النبي قمرون وجميل 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 سدن النبي وجميل ولا ضل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه البودورا الله ولا ضل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه البودورا الله ولم يكون الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا حبيب الله خير رسل الله قمرون قمرون قمر سدنا النبي قمر وجميل 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 سدنا النبي وجميل فاتح الله عليكي ما شاء الله عليكي طبعا يريت الكنترول كده قبل ما نطلع فاصل يريت يا جماعة في الفاصل تحطوننا وانت ماشي في مصر سلم علي ربه وعلى علم بمناسبة ثورة التلاتين يونيون العرض طبعا ان شاء الله نطلع فاصل وهنرجع لحضراتكم بتاني اعزائي المشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم من الفاصل طبعا قبل الفاصل كنا مبهورين يمكن فيه عندنا قضايا وهموم ومشاكل عايزين نتكلم فيها ولكن نادا توهتنا النهاردة طبعا سيد عبد المجيد احنا بنجدد الترحيب بيك الله يبرك فيك وايضا برضو بنجدد الترحيب بناده وبنذكر طبعا ان احنا كان فيه برقية تهنية من ادارة القناة ومن ادارة البرنامج وكل شعب كبر الشيخ ويا ريت يا جماعة عشان احنا زي ما قلنا النهاردة عيد عايزين طبعا مع المستشار فاتح حصل الانوار طبعا احنا بنبركله وكل شعب كبر الشيخ بيبركله وفي نفس الوقت النهاردة بنقول وصية تانية قبل ما نبدأ معكم طبعا مع المستشار وصية للمرة الاخيرة بكرارها حضرتك تذكر دائما انك ممثل للعدل في الارض كن دايما في صف الغلابة وكما عاهدنا شموخ القضاء المصري وسبات القضاء المصري وعلو شأن القضاء المصري وانصاف القضاء المصري لكل البسطاء عايزين اسمك دايما يتردد بالشموخ والقيم والمبادئ اللي تربيت عليها في قريتك وفوصت اهلك وفوصت ناسك ويمكن النهاردة انا فرحان بيك لان كان باباك رحمة الله عليه كان نفس يشوفك في الوقفة دي فتحياتي ليك وبيبارك لك وببارك لكل الاسرة اذا كان المساشار علي او المساشار نبيل او حسن بيه او سيد بيه وابراهيم بيه طبعا يمكن مش عايز اقول اخشى ان انا انسى حد وطبعا يمكن انا في الفاصل جاني برضو بعض الرسائل من اهل القرية سيام من اشخاص كتير جدا واخشى ان انا اذكر حد في الحالة دي اتناسى او انسى حد حد يلوم علي ولكن النهاردة احنا فرحانين بيك وفخورين بيك كممثل العدل في الارض مع المساشار ربنا يوفعك وطبعا دلوقتي احنا يمكن الكنترول بلغني يا ندا ان فيه مفاجأة لحضرتك على الهوى مباشرة يا طرح هتعرف الصوت اللي جاي ولا لأ تفضل معاك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على استاذ محمد يا مساء الانواق حبيبي 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 على راسي على راسي على راسي اتفاضل يا فانت اعلم معاك عبدالعلي السلام وابو ندا طب ليه حضرتك حلقت المفاجأة كنا عايزين نعرف هي عارف صوت عارف صوت عارف عارف صوت على راسي على راسي على راسي ربنا وفقها وربنا يعن عليها ان شاء الله بعمل الله يا رب كده بسم الله ما شاء الله ان شاء الله بأمر الله كده احنا على الهوى هناخد منها كنتراته كده من احنا الوكيل الحصري كل سنة وسيادتك تايب فن وانت تايب فن بنشكرك وان شاء الله بأمر الله يكون لنا لقاء كده معها في منزلها ان شاء الله بعد ما نبرك لها كده بالطب أو الهندسة ان شاء الله هي ادب بتقول لك طيب بشكر حضرتك الساعد بالعزيز بنشكرك طبعا باباكي مفروض مكالمته هي مصدر حماس أخشى ان هي تقلي بالموازين ولكن هنسمع من حضرتك النهاردة اتفضل هقول لك حالي عن الكدس اتفضل والله لن أنسى عزيني استمتعوا معك حضرتك والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة حضرتك تبكي من الحاسر تقول يا ربا يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا الناصر وشجرة الزيتون بغسنه الحنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لوعة النفس عليك يا قدس وأنت في البلوة والعيشة المر يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن هيا رفعوا القرآن وحطموا الأوسان وحرروا الإنسان من قبة الطغياء هيا احتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيني بسمتي كسابق الأزماء كسابق الأزماء إن شاء الله عليكي أنا بصراحة بعدتش عايزة أعمل أي حيغي إن أنا أقعد أسمعك أنا شايفك مبسوطة يا نادا أكيد حاجة مبسوطة يا طرى لو كان الحظ ما بيحلفش ناس كتير النهاردة قدام الكاميرا أه حتقولي إيه اللي برنامج قضايا مصرية حبيبة يا مساء الأنوار يا حبيبة حامد الله تمام كل سنة وسياتك طيبة حزيوتك طيبة اتفضلي مع سياتك حبيبة بس أنا بشعج عنها جد كتير أحاوتي والنجاح لنجاح يحاوتي يا حبيبتي إن شاء الله حبيبي حبيبي النجاح لنجاح هادا إن شاء الله يحاوتي بنشكرك يا جميل كل سنة وسياتك طيبة وحزيوتك طيبة طبعا هنسيبك بعد اي معدودة ونكون مع المشاكل شوية كل ما نشيل الهم انت تفرج الهم طبعا صدعني اللي جيت عايز حضرتك تفرق لي ما بين زي ما قلنا مصر العديمة ومصر الجديدة من خلال سفرك وعودتك ودي اتكلمنا فيها بس في عجالة ولكن حضرتك النهاردة لو كان في امنية لديك كمستثمر مصري حيش بره مصر في حين العودة في مصر يا ريت ايه اللي تتمناه من الدولة النصرية والله يا سيد محمد لا احنا بنتمناه بصراحة بدون ما نطلوبه لانا يعني احنا الحاجة ان هي كنا بنشوف التسهيلات اللي هي كالمشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة لانا هنا موجودة وموجودة في وتيحت في كل مكان يعني ممكن انت حضرتك ممكن في محاوظة كفر الشيخ بقى في مدينة صناعية كبيرة موجودة في هنا في 6 اكتوبر بتلاقي في كل مكان تقدر تعمل المشروع بتاعك ومشروع متكامل وكل التسهيلات موجودة وبيكون فيه الدولة موفرة وفيه حاجات تقريبا زي قروض او حاجات للمشاريع دي الدولة برضو موفرها يعني فيه حاجات يعني كنا نتمنى ان كانت تكون مصر من يعني من عشرين سنة من عشرين سنة او اكتر شوية كان الوضع تغير مع الشباب وخاصة الشباب اللي هو بيسافر واعتمد ان هو يكون متغرب بعيد عن وطنه كان زمان الحاجات دي كلها معمولة هنا في مصر وكانت الدنيا بقت معنا احسن من كده بكتير طبعا سر عبد المجيد لننكر ان حضرتك ذكرتني بالشباب والريف طبعا فيه مناجدة النهاردة يا رئيس على الهوى مباشرة لسيادتك والموضوع ده في ايد حضرتك فقط لغير طبعا النهاردة حضرتك بصفتك ان انت صانع القرار والاب لكل المصريين حضرتك النهاردة فيه مناجدة من شباب كتير النهاردة في مصر بيقول سيادتك يا رئيس ان احنا ابويا مززنب ان نخلف 3 اربع اولاد ومززنبه كمان يا رئيس ان عنده 3 اربع بنات واحنا عندنا في كفر الشيخ ومش عايزين نقوله كفر الشيخ بس هتلاقي في كل القرى وكل الارياف وكل الفلاحين فيهم الكلام ده يا رئيس النهاردة يا رئيس احنا البيت النهاردة والرخصة تطلع بالتلات طوابع واحنا عايزين نتجوز واخواتنا عايزين نتجوز ولو جات بنت غطبانة النهاردة مش هتلاقي مكان فالنهاردة حدك نظرة للناس البسيطة في الارياف وحدك النهاردة في واحد حلف الحظ وبنا 3 اربع خمس دوار واحد بنا دول ولا اتنين ما قده مش غير التالت طب الشاب الرابع هيروح فين يا رئيس والبنت لو جات غطبانة هتروح فين ولو قلت التالت هياخد الدور التالت الاب والامة هيسكنوا فين عايزين النهاردة نظرة يا رئيس بعين الرضا النهاردة انت قبل كل المصريين وفي ظل ثورة وفرح النهاردة مصر كلها فرحانة بيك ومصر كلها بشيد بيك والعالم كله بشيد بيك وبالحضارة والنقلة الحضارية اللي انت عملتها نظرة يا رئيس لكفر الشيخ نظرة يا محافظ كفر الشيخ لكفر الشيخ نظرة للناس من خلال الترخيص يا ريت يا رئيس يا ريت يا رئيس المنجدة دهية من ابنائك وبناتك ابناء كفر الشيخ يا ريت يا رئيس النهاردة نفتح المجال شوية لان طبعا النهاردة في وصايا كتيرة جدا ولكن نادة توهتنا نادة توهتنا في جد والله يا رئيس احنا عايزين نقول يا ريس النهاردة ان العمال البسيطة اللي بيشتغل في الخرصانة وبيشتغل في الخشب وفي الأسمنة والحديد الناس دي وقفت يا ريس عايزين نقول بجد نظرة للريف المصري نظرة للفلاح المصري من خلال السماد والمبدال نظرة كل الناس البسيطة نظرة لان الناس دي بتحبك يا ريس نظرة الناس دي حلمها وحلمها بسيط الناس دي نظرة بسيطة لها يا ريس نظرة للشباب في القرى والأرياف النهاردة عايزين نقول محافظ كفر الشيخ ملعب قرية قونة على الهواء بنقول لسيادتك انت والسادة النواب عايزين الطريق بتاعه يكون ممهد وعايزين نقول ان احنا عايزين اعمدة انارة للطريق عايزين يا رئيس تنزل للقرى والزرنة الفلاحين كرة ما يا رئيس الفلاحين كرة ما يا رئيس الفلاحين كرة ما يا رئيس طبعا النهاردة يمكن عايزين نختم لقاءنا وقبل ما نختم لقاءنا النهاردة مع حضراتكم طبعا الوقت بيدهمنا ولكن انا اخشى من عقارب الساعة تطاردني النهاردة عايزين نسمع من حديك حاجة الجمهور طالبها ويمكن الكنترول بيقول لي كن مشفق علينا نادا عايزين نسمع منك اجلال بس نصل الدين طبار باجلال تاني لانها طلب من الجمهور من خلال الكنترول ابتهاب عايزين هما طلبوها فضل مش حافظة انا اقولها هي نفس الان هي هي نفس الان اقولها يعني مواش حين يوم بالصبح واشراق السلام حين يوم بالصبح واشراق وقسنا يسكب الطل يسكب الطل رحيقا موقظا بالنور اكفان الحياة اضحى من نور من والنادى من فيض من اضحى من نور من والنادى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل انغام عطر في البكور سبحت سبحت لله بالعش الطيور ترسل ترسل انغام عطر في الزهور انغام عطر عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من عيشها في رزق من وهي أيضا صنع من الله هو الرازي الله هو الصالح الله هو الله طبعا قبل ما نختم حلقتنا ياريت يا جماعة تسمحونا بداية معدودة بس ولو ثواني بسيطة طبعا عشان احنا هنطلع خلاص الهواء انتهى طبعا احنا بنشكر السيد عبد المجيد الزهيري رجل اعمال بنشكر حضرتك الله يمارك كنت ضيف عزيز علينا النهاردة ولكن لم يحلفك الحظ النهاردة لان حظك انك كان فيه ما شاء الله ده انا ده انا سعيد الحظ ان انا كنت موجود مع حاجة زي كده نادا سمعت ان عشان خلاص هنطلع خلاص طلست واردر زي ما بيقولوا عايزين نسمع منك حاجة الياسر الدسري وجاءت ساكرة الموت بالحق ونختم بيها نختم بيها بياسر الدسري وجاءت ساكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا 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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدي